دلوقتي مشاهدين معد مجزل أهم الأخبار مع جمان شكرا شازلي أثمنا صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جوينيتش مجزل أخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم تفقد نائب وزير الصحة والسكان محمد الطيب مستشفى الأحرار التعليمي بمحافظة الشرقية للاطمئناني على الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم قطرين بالمحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خارد عبدالغفار لتأكد من تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وتوفير أوجه الرعاية اللازمة للمصابين وأوضحت الوزارة الصحة في بيان أن نائب الوزير اطمئن على جاهزية المستشفى وتوافر مخزون من أكياس الدم والمستلزمات والأدوية كما اطمئن على جاهزية أجهزة الأشعة والمعامل مشيرا إلى رفع درجة الاستعداد في مستشفيات المحافظة مع تكثيف تواجد كافة الأطقم الطبية مؤكدا توفير كافة سبل الرعاية الصحية للمصابين أمر النائب العام المستشار محمد شوقي بفتح تحقيقات عاجلة في وقاعة تصادم قطرين بمدينة الزقزيق ذكرت النيابة العامة في بيان أن نائب العام وجه بتشكيل فريق تحقيق من نيابة جنوب الزقزيق الكلية ونيابة استئناف المنصورة لمباشرة إجراءات التحقيق وأوضحت النيابة أن فريق المحققين انتقل إلى مكان الواقع حيث تمت معينة مكان الحادث وعقب الانتهاء من المعينة تم إصدار أمر برفع أثار الحادث لعودة القطرات إلى مساراتها المعتادة في حين قام عدد آخر من المحققين بمناظرة جثامين المتوفين وإصدار تصريح الدفن وسؤال المصابين ممن سمحت حالتهم بسؤالهم للوقوف على ملابسات الحادث وكيفية وقوعه وجه رئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد الهيئة المعنية بالإشراف ورقابة على أنشطة التأمين مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمتر والطرق السريعة بسرعة اتخاذ اللازم نحو صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار الزقذيق بمحافظات الشرقية وشدد رئيس الهيئة على زيادة قيمة التعويضات المقررة لضحايا ومصابي الحادث الأليم إلى 50 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه وذلك بصفة استثنائية لأسر الضحايا على أن تحدد قيمة التعويضات للمصابين وفق نسبة العجز التقات وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي والدة ضحايا حادث تصادم قطار الزقذيق وذلك خلال زيارتها للمصابين الذين تم نقلهم لمستشفى الأحرار بمحافظات الشرقية وحرصت وزيرة التضامن على تقديم واجب العزاء للسيدة التي فقدت ابنتيها وحفيدتها واستحابها لإنهاء إجراءات تصريح دفن الضحايا كما وجهت وزيرة التضامن بتقديم كافة أوجه الدعم النفسي والاجتماعي لولدة الضحايا فضلا عن مطالبة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالتواجد مع السيدة لحين انتهاء كافة الإجراءات وسرعة صرف التعويضات اللازمة تظاهر ألاف الإسرائيليين في تلي أبيب وعدة مواقع وبلدات إسرائيلية أخرى للمطالبة بإسقاط حكومة بن يمين تنياهو وإبرامي صفقة تبادل وطالب المتطاهرون قبالة مقر وزارة الأمد في تلي أبيب بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة وإبرامي صفقة تبادل للمحتجزين كما تظاهر إسرائيليون قرب منزل لسنياهو في قيصرية بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية قال الرئيس الأوكراني فرادمير زيلنسكي أن التواغل العسكري الأوكراني في منطقة كورسك روسية ساعد في إتمام عملية تبادل لأسر الحرب مع روسيا وهي الثانية من نوعها خلال يومين ووجه زيلنسكي الشكر لقواته على جهدهم الذي أسهم في الإفراج عن أسر وقال إن العملية في كورسك على وجه الخصوص قدمت دعم ضروريا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر لكن بعض الفاصل